موسيقى ملكة أفقير ميشيل فيتوسي السجينة ترجمة غادا موسى الحسيني إلى أمي الحبيبة أعظم امرأة عرفت وأنا مدينة لها بحياتي إلى شقيقة الحبيبة مريم الشجاعة إلى أخي رؤوف صديقي وسندي وقدوة الشامخ إلى شقيقة ماريا التي منحتني الفرصة لأبدأ حياتي من جديد في بلد الديمقراطية شكرا إلى سكين شقيقة الموهوب جدا وكل ثقة وإيمان بها إلى أخي الصغير عبداللطيف الذي نفخ في داخل الأمل والمقاومة إلى عشورة وحليمة المخلصتين أبدا إلى أبي العزيز الذي أتمنى أن يكون فخورا بنا إلى عز الدين خالي وحمزة ابن خالي الذين رحلا باكرا عننا إلى ميكايل طانيا نوال عسى أن لتمنعهم هذه الرواية من حب وطنهم المغرب لماذا هذا الكتاب؟ لأنه كان لابد له أن يكون ولو أن طريقي وطريق ملك أفكير لم تتقاطع فلقد كانت ملكة ستجد حتما السبيل إلى تسجيل هذه الشهادة لا سيما أنها منذ خروجها من السجن تتحرق لسرد قصتها طردا لشياطين هذا الماضي المؤلم الساكن في طيات كيانها ببطء كان مشروع سرد سيرتها يتبلور في نفسها لكنها لم تكن جاهزة بعد ربا متسائل ولماذا توقعان لكتاب واحد؟ وأجيب هكذا كان بعون حتمية اسمها القبر فمن لقاء وليد صدفة تحولت اللحظة العابرة إلى صداق فبوح قلب مشاريع الكتاب رأسا على عقب فتركتها جميعها وأخذت أنصت إلى مليكة أدون ما تقوله لي على نية صياغته في نص يستجيب لما يصطلح على تسميته بأدب السيرة التقينا مليكة وأنا للمرة الأولى في شهر آذار مارس من عام 1997 عند أصدقاء كانوا ليلتها يحتفلون بعيد النيروز الفارسي أشارت إحدى الصديقات إلى سيدة صمراء جميلة ونحيفة واقفة بين المدعوين قائلة إنها مليكة أفقير ابنة الجنرال أفقير البكر صف عن الإسم إذ إن إسم عائلة أفقير مرتبط في ذهني بالظلم وبالمأساة فأطفال الجنرال الستة وزوجته عاشوا عشرين عاما في المطامير المغربية بحسب ما قرأت في الصحف في تلك اللحظة تذكرت المقالات التي كنت قد قرأتها حول الموضوع وشعرت بالتأثر كيف لهذه السيدة الشابة أن تعيش حياة طبيعية بعد كل ما عانته من عذاب أتستطيع أن تعيش وتضحك وتحب بعد أن سلبها الظلم أجمل سني حياتها نظرت باتجاهها لم تكن تعرف أنني أتأملها تبدو كأنها إنسان معتاد على الظهور في المجتمع لكن عينيها تعكسان هلعا لا يخفى كانت واقفة في ذلك البهو معنا بيد أنها لم تكن هنا كانت حتما في عالم آخر حدقت فيها مليا وبإلحاح راجية أن لا تنتبه إلى نظرات متفحصة وبدلي أن الشاب الواقف إلى جوارها يستأثر بجميع نظراتها وأنها متعلقة به تعلق الغريق بحبل نجا حين تبرع أحدهم وعرفنا بعضا على بعض تبادلنا كلاما حذرا وعاديا حول بلدين المغرب وتونس فكل واحدة منا كانت تحاول قراءة الأخرى وتقييمها طوال الصهرة كنت أسترق النظر إليها رأيتها ترقص ولاحدت رشاقتها وطريقتها في الوقوف مستقيمة كما لاحدت وحدتها وهي محاطة بكل هؤلاء الناس الفرحين أو المتظاهرين بالفرح أحيانا تلاقت نظراتنا وتبادلنا الابتسامات قلت لنفسي إن هذه المرأة مؤثرة كما شعرت بخجل حيالها فأنا لا أعرف من أين أبدأ معها الكلام أبدأ بطرح الأسئلة المحرجة فأبدو كمن يتدخل فيما لا يعنيه الحق أنني كنت أتحرق لمعرفة المزيد عنها قبل انفضاد الصهرة تبادلنا أرقام هواتفنا أيامها كنت بصدد إنهاء مجموعة قصصية كانت في طريقها إلى الصدور خلال شهر أيار مايو وكنت أعرف أن إتمام هذا الكتاب سيحتاج إلى بضعة أسابيع اقترحت على مليكة أن نلتقي فور فراغي من عمل هذا فوافقت دون أن تخرج بتاتا عن تحفظها الأول خلال الأيام التي تلت لقاءنا الأول كنت أفكر دوما بها وكان وجهها الجميل الحزين لا يفارقني كنت أحاول أن أتخيل معاناتها وألاف الأسئلة تجتاحني ما الذي عاشته هذه الإنسان يا ترى؟ ما هو شعورها اليوم؟ كيف يخرج المعدبون من قبورهم؟ كان مصير هذه المرأة يهزني لخروجه عن المألوف ولاختزانه شيئين الآلام التي تكبدتها وتلك القيامة الرائعة الأشبه بالأعجوبة ومما شدني إلى مصير مليكة ودفعني لعيشه بذقائقه شعور أننا في مكان ما على اختلاف مصاراتنا صنوان فأعمارنا ومشاربنا متقاربة لقد دخلت مليكة السجن في شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1972 يوم كانت في الثامنة عشر والنصف من عمرها سنة نيلي شهادة البكالوريا وعشية التحاق بالسنة التحضيرية لدخول كلية العلوم السياسية ثم نلت شهادتي وحققت حلم طفولتي حيث أصبحت صحافية ثم كاتبة عملت صافرت أحببت تألمت تماما كما يحدث لأغلب البشر أنجبت طفلين رائعين وعشت حياة غنية زاخرة بأحزانها وتجاربها وأفراحها المتنوعة طوال كل هذه السنوات كانت وعائلتها مسجونة بعيدة عن العالم تعيش ظروفا مقززة لا أفق لها إلا جدران الزنزانة الأربعة كنت كلما فكرت بمليكة توضحت لدي تلك الرغبة التي أخذت تعذبني رغبة تجمع بين حشرية الصحافية وحماستي ككاتبة واهتمام الإنساني بالمصير الاستثنائي الذي عاشته هذه المرأة قلت لنفسي أريدها أن تسرد لي قصتها وأريد أن أكتبها معها وقد سيطرت علي هذه الفكرة حتى بلغت حد الوسواس لم تنضي أيام على لقائنا حتى أرسلت لها كتبي كي أعبر لها عن بعض ما أخذت أكنه لها وكي أعبر لها أيضا عن الرغبة التي باتت تسكنني حين مشارف مخطوطي على النهاية اتصلت بها أدعوها للغداء عبر الهاتف وصلني صوتها المنهك فهي على ما يبدو لم تتأقلم بعد مع الحياة الباريسية رغم أنها تعيش مع رفيقها إيريك منذ تمانية أشهر عام 1991 غادرت عائلة أفقير السجن وبعدها بخمس سنوات تمكنت من الانتقال إلى فرنسا وذلك إثر هروب ماريا شقيقتها الصغرى وطلبها اللجوء السياسي يومها ضجت الصحف الفرنسية بأخبار هذا الفرار وقد شاهدت وجه ماريا الصغير عبر شاشات التلفزيون وبعد حين شاهدت أيضا وصول أفراد العائلة الآخرين ماليكة وشقيقتها سكينة وشقيقها رؤوف ثم التحقت بهم مريم أما عبداللطيف الشقيق الأصغر والوالدة فاطمة أفقير فقد كان ما يزالان يقيمان في المغرب كما أخبرتني ماليكة خلال ذلك الغداء الذي طال حتى ساعة متأخرة من بعد الظهر كنت أصغي إليها وأنا في حالة بها فماليكة راوية من الطراز الأول وتنتسب بلا أدنى شك إلى سلالة شهرزات طريقتها في السرد شرقية بامتياز تتكلم ببطء بصوت لا تتبدل نبرته مستعينة أحيانا بحركة يديها الطويلتين لتدعيم قصتها عيناها بالغة التعبير وهي تنتقل بلا استئذان من الأشجان إلى المرح فهي في اللحظة عينها طفلة فمراهقة فامرأة ناضجة تعيش ماليكة جميع الأعمار معا لأنها في الحقيقة لم تعيش أي منها حقا لم أكن أعرف الكثير عن تاريخ المغرب ولم أكن مطلع على خلفية سجن عائلة أفقير كل ما كنت أعرفه أنها وخمسة من أشقائها وشقيقاتها ووالدتهم قد سجنوا طوال عقدين كعقاب على الانقلاب العسكري الذي نظمه والدها ففي السادس عشر من شهر آب أغسطس من عام 1972 حاول الجنرال محمد أفقير الرجل الثاني في النظام يومها اغتيال الملك الحسن الثاني فشل انقلاب الجنرال أفقير وأعدم الرجل فورا بخمس رصاصات استقرت في جسده يومها قرر الملك إنزال أبشع العقوبات بعائلة الجنرال المتمرد فضاقت العائلة أقصى ألوان العذاب في معسكرات الاحتجاز والسجون والمطامير يومها كان عبداللطيف الأخ الأصغر لا يكاد يبلغ الثالثة من العمر هذا عن سنوات السجن أما طفولة مليكة فهي فعلا متميزة اتبناها الملك محمد الخامس وهي في الخامسة من العمر وترعرعت مع ابنته الأميرة أمينة لتقارب عمريهما وحين توفي العاهل المغربي أخذ ابنه الحسن الثاني على عاتقه تربية البنتين وكأنهما بنتا أمضت مليكة أحد عشر عاما من حياتها في القصر وراء أصوار قصر قل ما خرجت منه أي أنها كانت منذ ذلك اليوم سجينة الطرف الملكي وحين سمح لها بمغادرته أمضت عامين من مراهقتها في كنف أهل متنفذين ومتمكنين حين وقع الانقلاب تيتمت مليكة مرتين إذ فقدت والدها الفعلي وعطف الملك والدها بالتبني هنا تكمن مأساة مليكة أفقير وحدادها المزدوج وسؤالها الكبير عن الحب والبغض فهل للحياة معنا حين يحاول أعز من عندها والدها الحقيقي قتل والدها بالتبني أي الملك؟ وكيف يتحول والد بالتبني إلى جلاد بلا رحمة؟ عظيمة كانت محنة مليكة هذه المأساة هي جوهر الرواية رويدا رويدا تبلورت في ذهنين الفكرة نفسها كانت مليكة راغبة بسرد ما لم تبح به قبل ذلك ويبدو أن لقاءنا في تلك الصهرة النيروزية قد ترك في نفسينا انطباعا قويا ومتبادلا ولو كانت أشياء كثيرة تفرقنا مثل التقافة والبيئة والدراسة الجامعية والأوضاع الاجتماعية والمهنة والطباع والدين فهي مسلمة أما أنا فيهودية لكننا من جهة أخرى ننتمي إلى الجيل نفسه وإلى حساسية واحدة تظهر في حبنا للشرق حيث ولدنا وفي روح نكتة مشترك يجعلنا ننظر إلى الآخرين بالمنذار عينه صداقتنا التي كبرت يوما بعد يوم جاءت لتؤكد حد سنة ومشاعر لقائنا الأول قررنا كتابة هذا الكتاب معا لكننا احتجنا إلى بعض الوقت كي تتحول رغبة مليكة إلى إرادة فعلية وقعنا العقد مع دار نشر جراسيه في شهر آيار مايو من عام 1997 لكننا لم نبدأ بالعمل إلا في شهر كانون الثاني يناير من عام 1998 وذلك بعد مغامرات طويلة بدأ العمل وكان شرط مليكة الأساسي أن يظل مشروعنا سريا خوفا من العيون والآذان المتطفلة فخلال السنوات الخمس التي أمضتها مليكة في المغرب بعد خروجها من المعتقل كانت العائلة تعاني من تدخل الأجهزة الأمنية في جميع شؤونها وشجونها حتى الأصدقاء كانوا تحت المراقبة منذ تلك الفترة تعلمت أن لا تتحدث في أي موضوع مهم عبر الهاتف وأن تحضر وهي تسير في الطريق من الذين يقتفون الآثار فالرعب الساكن في داخلها منذ ربع قرن لم يفارقها حتى في باريس لم تكن مليكة تريد أن تصل أصداء الكتاب إلى هناك قبل إنجازه وقد انضويت بدوري تحت ألوية التكتم ولم أدع إلا لأقرب المقربين خبر مشروعنا خلال عام كامل عشت حياة مزدوجة كنت لا أذكر اسم مليكة أمام أحد علما أننا كنا نعمل معا ثلاث مرات في الأسبوع ونتخابر بوتيرة يومية في النهاية فإنما لا يمكن ملاحظته أثناء قراءة هذا الكتاب هو قصة صداقتنا التي شيدناها يوما بعد يوم والتي رأيناها تترعع أثناء الإعداد والكتابة كنا منذ شهر كانون الثاني يناير إلى شهر حزيران يونيو نلتقي عندها أو عندي وقد أضحت لنا طقوسنا الخاصة المسجلان لتوأمة الشرائط المسجلة كتدبير احتياطي فماذا لو سرق شريط أو لم يسجل أحدهما واحتساء الشاي مع بعض الحلوة أو دخول أولادي علينا لمناقشة موضوع ما ثم هواتف إغك للسؤال عنها إن طالت جلساتنا أخذت أكتب وشرعت هي تقرأ وتعلق وهذه المرحلة من عملنا لم تكن الأسهل لم يكن سرد اللحظات المأساوية سهلا فكيف إن وصل الأمر إلى تدوينها مرارا كانت قراءاتها لكابوسها مدونا فوق طاقتها بل وفوق أي طاقة بشرية لقد خشيت مرات أن ترجع عن رأيها أو أن تتغلب عليها مخاوفها وشياطينها لكنها قاومت حتى النهاية كانت رواية مليكة مؤلمة ومخيفة وفضائحية بل ومثيرة كنت أرتجف أجوع أبرد أخاف أتضامن معها خلال جلساتنا لكننا ضحكنا أيضا معا لأن مليكة أستاد في الطرافة وهذه الصفة هي التي أعانت العائلة على المقاومة في أحلك الظروف ساخرة من نفسها ومن رداءة الأوضاع عبر كلامها عرفتني بأهلها وإخوتها وأخواتها وكيف كانت لهم أما فحمتهم وعلمتهم وأرشدتهم خلال كل هذه السنوات السوداء كما حددتني عن الوالد فاطمة التي ما تزال تحتفظ بجمالها ونظراتها لدرجة أن الكثيرين يظنونها شقيقتها بالنسبة لي كان أفراد عائلة مليكة مجرد شخصيات روائية إلى أن التقيت بهم الواحد بعد الآخر فتبين لي أن تصوير مليكة لهم كان حقيقيا وأنهم جميعا يتحلون بالصفات الحميدة التي وصفتهم بها شقيقتهم وتبين لي أنهم جميعا مثل مليكة شخصيات استثنائية مليكة إنسانة ناجية وهي كجميع الناجين قاسية وقوية ولأنها عاشت قاب قوسين أو أدنى من الموت رأيتها تعامل الحياة بزهد فهي لا تعرف معنى الوقت ولا علاقة لها بالمكان فالمواعد لا تعني لها الكثير وقد تضرب لك موعدا ولا تأتي وهي تخشى قطارات الأنفاق وتخشى التجمعات البشرية والتكنولوجيا وهذه السمات المكونة لشخصيتها تدهشني وتبدو لي طريفة رغم مظهرها المعاصر وهاتفها النقال الذي لا يفارقها تبدو مليكة أحيانا وكأنها آتية من كوكب آخر فأشياء قد تبدو لنا عادية تربكها وتضعها في حالة من الهلع مرات عدة كان يدهشني حكمها وحدسها وقدرتها على التحليل إنها امرأة مؤثرة سهلة الانكسار متعبة متأثرة بالأمراض التي عانت منها وسنوات الحرمان الطويلة والعزلة لكنها أيضا امرأة قوية فعشرون عاما من السجن والعذاب قد تركت للأسف دمارا لا يرمن لكن هذه المحن بلورت عند هذه السيدة روحا جميلة وشخصية استحق الإعجاب فحين أنظر إلى حياتينا أتساءل أحيانا أي منا هي التي عاشت فعلا؟ خلال كل هذه السنوات أبكتني مليكة وأضحكتني كنت مربيتها ومستشارتها كفكفت دموعها أصغيت إليها شجعتها ودفعتها للمضي قدما في السرد حتى الإنهاك لكن علاقتنا لم تكن يوما من طرف واحد لأن ما أضافته مليكة إلى حياتي أكبر من أن يقدر والأرجح أنها لم تعطيني ما أعتطني عمدا تعلمت منها الشجاعة والقوة والإرادة والكرامة البشرية التي تدفع الإنسان باتجاه إنسانيته وفي أحلك الظروف وأكثرها هولا علمتني مليكة أن الأمل والإيمان بالحياة يمكنهما أن يزحزح الجبال عن أماكنها ويدفع البشر إلى حفر أنفاق بأيديهم لقد دفعتني مليكة للغوص بعيدا في أعماقي وأن أعيد النظر في جملة من قناعاتي كما شوقتني لاكتشاف المغرب هذا البلد الذي تتحدث عنه بحرارة وعشق وبلا ضغين لشعب لم يقف معها ومع عائلتها في محنتهم بالتأكيد سأزور المغرب برفقتها يوما كان تدوين هذه السيرة بالنسبة لي مساهمة في فضح العسف الذي أدى بأم وبستة أطفال إلى عيش هذه المحنة المريرة فما عانته هذه العائلة سيظل يستثيرني كما تستثيرني على هذه الأرض انتهاكات حقوق الإنسان فغالبا ما نغمض أعيننا كي لا نرى فضائع هذا العالم وننسى أن عذاب بشر لا نعرفهم هو أيضا عذابنا وأن الآية قد تنقلب ذات يوم فنكون يوما مكانهم ويكونون مكاننا كما يمكن لهؤلاء المعدبين أن يصبحوا يوما أصدقاءنا رغم ذلك فهذا الكتاب ليس وطيق أو دليل إدانة فالتاريخ سوف يحكم ذات يوم على الجرائم والمجرمين ولم نكن ونحن نبلور مشروعنا في هذا الوارد السجينة سيرة وليس استقصاء فقد دونت في هذا الكتاب ما سمعته على لسان مليكة يوما بعد يوم أي شهاداتها التي تتضمن ترددها وعدم تحققها من بعض الوقائع كذلك ما لم تشأ البوح به ولكن أيضا دقتها الصارمة ما أردت سرده هو ما سردناه معا بكلماتها وكلمات بعواطفها وبتأطرنا المشترك هو المصار غير المألوف لامرأة من جيلي سجنت في القصور وفي المطامير منذ نعومة أظافرها وهي اليوم تحاول أن تحيا وأنا أواكبها إلى أبعد ماذا استطعت الوصول إلي أتمنى أن أكون قد شاركت كل من يحبها الآن ويحيط بها في أن نرد إليها طعم الحياة ميشيل فتوسي موسيقى 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 En el altar me juraste que nunca me olvidarías, que nunca me olvidarías. Y falta este juramento, cuando me falta demasiado, cuando me falta demasiado. Porque no me quieres pa' nada, las lágrimas se te caen cuando me bebes pa' un sombra. Música Música